موسيقى أهلا بكم من جديد انطلقت فعاليات أسبوع الريادة العالمي 2017 للاحتفاء بالمبتكرين وإطلاق العنان للتجارب الشعبية الريادية والإبداعية الأسبوع العالمي لريادة الأعمال هو أكبر حدث عالمي للاحتفاء بالمبتكرين ومبدعي فرص العمل الذين يطلقون الشركات الناشئة لتحقيق أفكارهم على أرض الواقع ودفع النمو الاقتصادي وزيادة رفاهية المجتمع وخلال الأسبوع الذي ينطلق في شهر تشرين الثاني من كل عام تنظم ألاف من الأحداث والمسابقات في جميع أنحاء العالم لتلهم الملايين بالانخراط في النشاط الريادي وتشبك بين المتعاونين والمحتملين والمرشدين وحتى أيضا المستثمرين للحديث عن هذا الموضوع بشكل مفصل وبشكل أكبر معنا الدكتور عبد الرحيم أبو البصل مدير مركز الملكة رانية للريادة حتى كمان لدينا كمان تقرير رح نعرضه خلال هذه الفقرة صباح الخير أهلا سهلا فيك دكتور أهلا فيك دكتور يعني أعطيكم ألف عافية أسبوع مهم الكثير من الفعاليات وأيضا الأثر كان مهم على المشاركين نبدأ بتعريفي شوية بمركز الملكة رانية للريادة وهذه الفقرة إحنا استحدثناها سمناها أنت وهي تمكين النساء بشكل عام والمرأة أيضا فماذا تقول أيضا عن الريادة؟ عنديش مهمة في تمكين السيدة أو تمكين المرأة؟ طبعا هو جزء أمهم طبعا ببداية بشكر قناة اليوم على إتاحة الفرصة إلىنا ولمستمعين ومشاهدين الكرام لنشر فكر الريادة طبعا مركز الملكة رانية من أوائل المراكز بالأردن التي بدأت بنشر فكر الريادة تأسس في 2004 تحت مظلة جامعة الأميرة سومية وهو حقيقة هدفه نشر فكر الريادة بين جميع فئات المجتمع سواء كان شباب شابات جميع الناس المبدعين ومبتكرين من خلال مجموعة من البرامج بنظم أكبر جائزة وطنية للريادة جائزة الملكة رانية وطنية للريادة ومن ضمنها اللي هو أسبوع الريادة العالمي اللي من نظمه للمرة التاسعة على التوالي اللي هدفه نشر فكر الريادة إلى جميع فئات المجتمع فحنا تركيزنا اليوم على أسبوع الريادة اللي نحتفل فيه مع 170 دولة حول العالم بنفس الوقت اللي صار أنه الريادة أصبحت جزء مهم إلى خلق فرص عمل والحد من قضية البطالة اللي كل المجتمعات بتعاني منها ونحن نعرف أن الشركات الكبرى بدأت شركات صغيرة فعشان هي كصار التركيز على الفكرة اللي من خلالها بصير شركة كبيرة من هو الريادة اليوم أو الريادية دكتور؟ طبعا نحن مفهوم الريادة بدنا نتركز عليه المفهوم العام طبعا نحن الريادة منعرفها بالمصطلح التكنيكا يمكن أن الإنسان ينتهز الفرصة ويخلق فرصة يعني بخلق شركة ناشئة بدون ما يتطلع للإمكانيات المتوفرة لديه كل الناس الرياديين ما عندهم مشكلة يقول أنا ما عندي مثلا إمكانية للدعم لا هو بخلق فرصته وبعمل شيء جديد طبعا نبدأ هل الفكرة يجب أن تكون غير مألوفة؟ لا هل الفكرة أين؟ نحن نتكلم على الشركات الناشئة ثلاث أنواع منها أفكار ريادية هذه الفكرة ليس الشرط أن أخترع شيء جديد ممكن أن أجلب شيء قديم بطريقة جديدة سأخذ رزق طبعا هذا الإنسان يتجاز فيه نحن نتكلم على موضوع المحتوى العربي نحن لدينا شركة شركة موضوع تأسست وأكبر موقع عربي بالعالم المحتوى موجود لكن ما حوله؟ على الإنترنت فهذا إشي صار فكرة ريادية طلع بطريقة موجودة المحتوى لكن حوله أين؟ على موقع الإنترنت نعم الفئة التي تستهدفها هي فقط الشباب أو لا؟ تستهدف جميع الفئات التي لديها مواطيع جديدة التي لديها أفكار جديدة ممكن أن تفتح فرص لأشخاص آخرين بموضوع العمل وموضوع الرياضي بشكل خاص طبعا نحن بالجائزة كان لدينا طالب مدرسة عمره 16 سنة كان لدينا أم مع ابنها والد مع ابنه والشباب بدون أن يستهدف فرص لأشخاص يخلق الفرص نحن نحول من المجتمع إلى المجتمع نعم نحن نخلق الفرصة وهذا ما نحكي فيه كل الأفكار بدأت بأفكار بسيطة القضية ليس قضية تعقيد الأفكار نحن نتحدث على كل الأفكار الرياضية حلت مشاكل يعني اجتماعية من الشرط هو قضية التكنولوجيا أمرات تساعد لحل المشكلة نحن نخلق لهم فرص عمل من خلال هذه الأفكار طبعا نحن نتحدث على بعض الشركات بدأت بشخص وصبح لديهم 300 موظف فهذا بدلا ما يكون يكون يستنى فرصته ليس بس خلق فرصة له نحن نقول الإنسان الرياضي يخلق أقل شيء يخلق من ركز على مفهوم الفريق يكون عنده أكثر من شخص فهذا بدلا ما يكون يستنى الوظيفة هو خلق في وظيفة وخلق قيمة إضافية للناس ممكن يستخدمها وحل المشاكل نحن نواجهها قائمة قصص النجاح طويلة جدا وخاصة عند الشباب نذكر مثلا السلال فردا طبعا بفكرته ما شاء الله صار مليونير أماندو مليونز وغيره أيضا ومهمة جدا هذه الأفكار عم تحكي حضرتك أنه لسنة التاسعة عم بتنطمو اسبوع الرياضي شو خصوصيته هذا العام شو شعاره هل في رياديين هن بساعدوكم أيضا في التنظيم نعم شعاره سنهاية اخترنا أن الرياضي لا تحتاج إلى أقدام بل إلى أقدام أنت تستنى الفرصة يجب أن تخلق الفرصة تقدم هذه ميزة الإنسان الرياضي عن غيره إنسان الرياضي يقول لك لدي فكرة نسميها لدي أفكار كثيرة لكن لا أقوم بها حزب الكنبة نعم نقول إذا لديك فكرة أقدم وبدأ كثير من الناس أول ما بلش قالوا فكرتك ما تنجح لكن الإنسان الرياضي لديه إصرار يؤمن بفكرته وعنده القدرة إلى تحويل فكرته إلى مشروع ناجح فنحن نركز على الإقدام بحيث أنه نشجع هذا الروح والطاقة التي لدي الشباب ونحن نقول الأسبوع هذا 650 فاعلية بكل أنحاء المملكة نشاء الله طلعنا من بره المحافظة من العاصمة 60% من نشاطاتنا طبعا كيف عملناها مع شركائنا في مصطلح نحكيه البيئة الريادية الإيكو سيستم اللي هو إحنا فوق 78 شريك حاولنا نصل فيها لأكبر عدد ممكن من فئات المجتمع وأسبوع الريادي بركز على مجموعة منها اللي قضية تمكين المرأة قضية الشباب قضية المدن قضية الاستثمار قضية كيف نشجع الشركات الصغيرة إنها تطلع للمستوى اللي بعده فهذا المحاور اللي بركز عليها أسبوع الريادي في كل أنحاء العالم فعشان إيكا بالأردن ركزنا على المحاور هذه ومن ضمنها يعني إحنا نفتخر إنه إحنا كنا على مستوى العالم قصص نجاح يعني كالأردن وكمركز بحيث إنه إحنا الآن صارح للأردن فكرة الريادي صار منتشر بجميعه ولكن إحنا بدنا نقول الريادي بالمفهومة الشاملة أنا ممكن أكون بشغلي إنسان ريادي أعمل على تحسين وضع الشغل فيه أو بالشركة اللي أنا فيها في إشي تسمون ريادة اجتماعية ريادة مجتمعية ريادة مجتمعية أنا أخلق يعني بدي أعمل إشي يعمل يعني فائدة للمجتمع وهذا اللي احنا برضو نركز عليه بمجتمع المحلية طبعا رفعنا بس أبل ما تسألي كاثي بدي حابة أسأل عن البن واحد شعاركم أو اللوغو تبع المركز تبع الجامعة التاني هذا الشعار اللي هو الجلوبال اللي هو مجزء من النتورك العالمية اللي فيها مئة وسبعين دولة هؤلاء ينبطي جميع أنحاء العالم من بينه نعم 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 يعني أغلبية شبابنا عندهم أفكار ريادية وعندهم أفكار وعندهم أفكار لا تنظب كيف بدهم يبلوروا هذه الأفكار كيف تبقوها على أض الواقع كيف بتساعدهم أنتم كيف يشتركوا معكم كيف تصير هذه المنافذة بين هذا الشباب حتى نطلع أفكار أفكار كل أفكارهم رائعة وتكون ما وصلت إلا إذا كان هذه أفكار غريبة لكن كيف تختاروا بناتهم كيف تشتركوا معكم طبعا نحن نحكي بالعالم كله نحن نقول نسبة الناس اللي يقدموا على قضايا ريادية اللي فيها نحن نقول المخاطرة المدروسة نحن نقول أي مخاطرة نحن نركز على قضية مخاطرة نحن نحكينا من ضمن برامجنا اللي هو الجائزة اللي من خلالها ناس كثير شركة مدفوعاتكم بدأت بالجائزة وأصبحت شنكة كبيرة اللي حلت مشاكل قضية الدافع موضوع قضايا كثير من شركات جملون فتحت أكبر متشر بالكتب على مستوى العربي كامل فهي تبلش الفكرة نحن لدينا برامج نحن نقول الريادي بدخل بدورات تدريبية هذا جزء من اللي نشتغل فيها لازم يكون عنده فكرة حتى يلطحق أو ممكن من الماضي بدأنا فيه نحن قلنا مش بس فكرة نحن منطرح تحدي وانت أوجد الحل لهذا التحدي من خلاله انت ممكن تخلق فرصة عمل فنحن فيه ناس كثير بيكون بدايته لا يفكر بالريادة كطريق بس ممكن حضر واحدة من الورش سمع لواحد من المتحدثين وصار فيه عنده يعني تشجع انه هذا اشي كثير يعني ممكن أكون أعمله فنحن نقول أكبر عائق للريادة هو الشخص نفسه لازم يؤمن بنفسه يؤمن انه إنسان ممكن يعمل فنحن نقول الإنسان اللي بعتقد انه ممكن يعمل اشياء فهو صحيح واللي بعتقد انه ما بممكن يعمل فهو صحيح عشان هيك أكبر عاقب سميها الماينسيت هو نفس الإنسان وتفكيره فنحن نقدم من خلالنا ومن خلال شركائنا نقدمهم النصح أول ما نعطيهم التدريب الكامل كيف أحول فكرة أو أبدأ كيف تتخلق الفكرة كيف تتخلق الفكرة ما هي الطرق كيف تتخلق فكرة ناجحة وحتى نحن نتحدث بعد مراحل هذه كلياتها هناك نسبة نسميها الفشل بالمصطلح الذي نتحدث أنا تعلمت بهذه حسنا عندما أدخل أول شركة أقول للعالم أن الناس الذين يستثمرون بشركات لا يستثمرون بشركة من أول مرة يقول للشخص يجب أن نجرب أكثر مرة يتعلم وبعدين أنا أستثمر فيه فنحن نقول سياسة العيب والفشل نحن نحاربها نحن نقول هذه عبارة عن عملية تساعدنا نطور نفسها نتعلم نحن نحن فيه شرلات كثيرة ما كنا نعرفنا صدنا نعرف كيف نختار الشريحة المستهدفة فهذه القضايا ما نركز عليها قضايا كيف أتقبل النقد لأنني أجب فكرة يقول لها فكرة لأنني أجب فكرة لأنني أصبح إنسان ناجح بالنهاية وهذا ما نريد أن نستفيد من العملية التي تمر فيها الإنسان الريادي بحيث يصبح بصيرا بالأمور التي يمكن تفكرها تحليل تحليل أو تقييم أو انتقاد هم أصلا من نفس الكاس يمكن أن يبدأ ويأخفق في البدايات ويأتي ينصح الشب في المنترشب الإرشاد نحن نشبك مع الناس مبالح كان لدينا مؤسس من فعليات الدكتور أمجد العريان نفس الشيء فكرة ريادية سيدلية موجودة كان لدينا مجتمع أن تقوم بشكل нервيان فهذه هي فكرة ريادية نحن نحن نقول قضاء الأكل وان تقوم بسرعة طريقة معينة ان تقوم بحيث نفس الطبخة ونفس الطبخة ونفس الطبخة ومسطة الأكل ما يمكن هل تركزوا هل تركز على الأفكار أم 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 أم؟ نحن نحن نعتقد على المدرس الشاب ومن الصعام يستطيع يتحدث هذا نحن نقول الريادية حوالى 35-37 سنة بس الشباب عندهم طاقة منستغلها بطلع منهم أفكار رائعة في معنى تقرير بدنا نعرض ونشوف عن أسبوع الريادة نعم بمشاركة نحو 500 شاب وشابة من مختلف محافظات المملكة وعدد من المؤسسات الريادية ورجال الأعمال افتتح مندوبا عن رئيس الوزراء وزير الشباب والرياضة فعالية منصة ريادة الأعمال والتي ينظمه مركز إعداد القيادات الشبابية في وزارة الشباب هذا الأمر يتطلب منا جميعا كقطاع حكومي وقطاع خاص توفير بيئة حاضنة وداعمة للريادة تعمل على توفير مساحات آمنة للشباب لتوعيتهم وتمكينهم ودعم مبادراتهم وأطلاق العنان لطاقاتهم الحضور الكريم لقد دابت وزارة الشباب على ترجمة التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى دعم القطاع الشبابي والارتقاء به من خلال وضع البرامج والخطط التنفيذية للمساهمة في بناء شخصية الشاب الأردني على النحو الذي تطمح له القيادة والوطن بعد أن تهيأت لهم سبل العطاء من بنية تحتية متميزة من مدن رياضية وشبابية ومجمعات رياضية ومعسكرات وبيوت شباب ومراكز للشباب والشابات وأندية وهيئات شبابية ورياضية شكلت بمجملها بيئة خصبة للعطاء الشبابي المتجدد وقطعت شوطا كبيرا في تنكين الشاب الأردني واستثمار طاقاته وقدراته وخرجت قيادات شبابية ساهمت بشكل كبير في تحقيق أوجه الإبداع والتميز بمختلف المجالات العلمية والعملية وانتشرت في المحافل المحلية والدولية بكل فاعلية وتميز من المهم أن نذكر أنه اليوم اللي نستطيع فيه وزارة الشباب منصة رياضة الأعمال هو ضمن أسبوع الرياضة العالمية اللي بتحتفل فيه حوالي 166 دولة في العالم الآن وزارة الشباب تنهض بمهمة رياضة الأعمال للشباب لأنها تعتبر حاضنة لرياضة الأعمال وحاضنة أيضا للمشاريع الصغيرة هذا مش غريب عن وزارة الشباب لأنه هذا منهج وزارة الشباب وأيضا ممكن ننوه أنه استراتيجي الوطني رياضة الشباب في الأردن للمرحلة القادمة 2018-2025 تتضمن فيما تضمن محور يعتبر رائد على مدار السنوات الماضية هو محور رياضة الأعمال كما تضمن حفل الافتتاح عرضا لمنتجات محلية وابتكارات واختراعات نادرة بالإضافة إلى مشاركة عادة دون من الشباب المخترعون بهدف تحسين أعمالهم رياضة الأعمال جدا مهمة لأنها تستقطب عدة فئات شبابية سواء بالمدارس وبالجامعات ومن عدة شباب خارج نطاق الجامعة كمان جدا مهمة أنها فرجتنا عدة تنويع كان فيه تنويع بالأعمال سواء أعمال يدوية فكرية أعمال فنية فبصراحة جهود مشكورة للشباب الأردني والعربي ومشكورة لوزارة الشباب أيضا كل يوم تلتقي مجموعة من المؤسسات وفيه أيضا أعطاء الفرصة للجامعات والشباب الناشطين في كل المؤسسات للإطلاع على العديد من المؤسسات التي تعمل في مجال الرياضة والابتكار بالنسبة لمشاركة هيئة شباب كونو أردن وهي ذراع الشباب لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية من خلال بوابة فرص اللي أطلاقها صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية اللي أعطاء فرصة للشباب للإطلاع على كل المؤسسات سواء في مجال التدريب أو التشغيل أيضا هيئة شباب كونو أردن من خلال مجموعة من المتطوعين للتعريف ببرامج وأنشطة الهيئة للعلاقة بالشباب من خلال 13 فرع لهيئة شباب كونو أردن والفروع منتشرة بكل محافظات المملكة اللي بتقدم سواء في مجال التدريب التأسيسي والتدريب المتقدم في مجال التوعي والتدقيب في مجال الرياضة في مجال العمل التطوعي من خلال مأسسة العمل التطوعي فلذلك فرصة اليوم الشباب أن يطلعوا على برامج وأنشطة هيئة شباب كونو أردن وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية وتمثل المنصة فرصة لاحتضان الشباب الأردني المبادري والمبدع وبيئة المهيئة لطلاق الأفكار الريادية والجهات الداعمة لها إذا مشكر زملائنا على هذا التقرير يعطيكم ألف عافية كنت عم تحكي أنتم مستمرين إن شاء الله لغاية يوم الأحد الأحد إن شاء الله نعم كما شاهدنا التقرير هذا جزء من 650 فاعلية اللي تمت فهذا الأسبوع نحكي فيه أنه كيف كان صار مكان لكل الناس يحاولون نشاطات ويصلوا لعدد أكبر ممكن من الفئات اللي من خلال فيناس ما تعرف عن الريادة إلا من خلال هذا الأسبوع والله جانب ويكند يعني كمان جمعة سبب طب الناس كيف بتعرف شو بتحضر كيف تدخل ممكن يدخل على موقعنا اللي هو qrce.org وممكن يدخل على صفحات موقع التواصل الاجتماعي موجود فيها جداود أقرب مكان له كل أنحاء المملكة فالإنسان يستغل فرصته غير مألوف يشوف كيف ممكن أستفيد من المحور اللي بدي المكان اللي بدي الساعد فيها مغطينا كل هذه الأماكن بشان نصع لعدد أكبر ممكن من الفئات اللي من خلالها ممكن هي تكون بداية نقطة بداية لكثير من الناس أنا هلا شفت كان معنى من الأشخاص اللي كانوا يتحدثوا بهذا التقرير من هيئة شعب كلنا للأردن ولمحت كمان من إنجاز ممكن كمان صندوق ميك عبدالله الثاني للتنمية فهناك تشاركات مع هذه الهيئات الشعبية اللي بتساعد الشباب أنهم يوصلوا يعني أدي إنجاز كانت بالجامعات توصل فكرتها وتعطي دورات ومحاضرات حتى كانوا بتذكر أنه تأخذ هذه المحاضرة وانت تروح تترحى للمدارس وحتى إذا جوزت المدارس تروح تضلك بالجامعة فتصير كمستشار وتعطي هذه الدورات فأدي فادت هذه الهيئات وهذه التنظيمات من تساعد الشباب بالانطلاق أكثر من موضوع الريادة طبعا يعني إحنا نحكي الآن 650 نشاط مؤسس إنجاز ساهمت بأكبر عدد ممكن من النشاطات خلال الأسبوع أكثر 200 نشاط ووزارة الشباب استغلوا الأسبوع هذا وعملوا أكثر من 100 نشاط المجموعة من الجامعات المؤسسات الخيرية يعني عندنا حوالي 70 شريك فأحنا نحكي هذه البيئة الريادية المتكاملة كل واحد يكمل على غيره فطبعا هذه الأثار كبير أنا بدلا ما أحكي أعطي محاضرة عادية بركز في الأسبوع هذا عن مفهوم الريادة فأحنا نصور الآن المستمعين المشاهدين المشاهدون الآن الآن ممكن واحد سمع الريادة صار عنده نوع من نوع الفضو صح ودخل قال أنا أبحث عنها هناك ناس كثير يقول لك أنا دخلت بالجامعة وتخرجت منها وما عمري سمعت مع أنه هناك مكاتب لإنجاز وهي شيء بكل أردن وصو وصندوق مغارد الثاني التنمية موجود في الجامعات ولكن لا يعرفونها وعشان هيك لماذا نصوي الأسبوع هذا؟ موجود لكي نعرف نحن نعرف جزء منها أنه الشراكاء هذولا يعني نعرف فيهم نحن ليس فقط الأسبوع نحن ليس فقط الأسبوع الريادي هذا خلاص نحن ليس فقط الأسبوع نحن ليس فقط الأسبوع نحن ليس فقط الأسبوع ولكن نحن نعمل إبراز لهذه المؤسسات ونشاطات التي من خلالها أريد أن أصل إلى أكبر عدد ممكن ونحن نقول بالنهاية الناس الرياديين يجب أن يكونوا 5% لأنهم أسسوا شركات ولكن الناس الذين لديهم فكرة ريادي يجب أن يكون لديهم فكرة ريادي ويعمل تأثير ويكون لديه روح إيجابية يؤمن بنفسه ويحاول تغيير سؤال الأخير لحضرتك نحن نتحدث عن الأسبوع العالمي للريادة في اليوم دراسات مقاربات بين وضع الأردن الريادي يعني بشباب والرياديين وغيره من الدول سواء المحيطة الإقليمية أو حتى الدول المتقدمة ممتاز سؤال يعني الآن الأردن في مؤشر عالمي في حوالي 150 دولة نحن ترتيب من 56 عمستوى العالم من القضية الإيجابية نحن في قضايا يجب أن نعرف ما هي القضايا التي تعمل عليها هناك قضايا فيها تحديات لكن هناك قضايا من ناحية تقبل الناس لفكرة الريادي الأردن من أكثر الدول بالعالم نلاحظ أن الأردن هناك أكثر عدد من نواع الفعاليات التي تهتم بالريادي لكن ما نقول نستغل هذه لنوصل الفكرة الصحيحة للريادي وهذا ما نحب أن الإنسان يعرف ما هي طاقاته ويعرف كيف أستغل الريادي وأخرج من نطاق التفكير التقليدي كيف ممكن أن أغير أعمل أشي وأكون قصة نجاح للمستقبل أصلاً الدول التي تهتم بالريادي تكون هي الدول أكثر احتياجاً لأنها حاجات أيضاً يعني يمكن الحكومات ما استطاعت بالفعل أنها تغطي هذه الاحتياجات وهذا طبيعي فالشاب أو المواطن يفكر بأسلوب ريادي حتى يتغلب على هذه التحديات نعم ممكن أن يكون هناك إيمان بقدرات الشباب أولاً لا أنت أسكت لا تحكي شيئاً آه هلأ صار أنه لا أنت الشاب أنت عندك فكرة أنت عندك طرح غير عن باقي الأشخاص موجودين احترامنا لكل الأشخاص الكبار مثلاً أكبر من الشباب ولكن هناك أفكار جديدة بحاجة إحنا لها بهذا الوقت يعني خلينا ننتقل مرحلة التفكير للتطبيق طبعاً أنا دائماً أتعرف الريادي بكلمة واحدة الريادي عبارة عن سيادة عبارة عن حرية أنا الآن بالعالم كله إذا واحد صار عمره 22 سنة صار يعني يؤسس شركة صار الناس كلها يعني تهتم فيه طبعاً هذا الحكي ما كان موجود نعم صاروا عبارة مستشارين أول ما حكيت هسياسة أنه أنت بعدك ما بتعرف أنت خليك ساكن لا أصلاً الريادي حسناً نسميه مصطلح تسميه هذه القضايا اتجاوز الجميع شركات كان الناس يفكروا ما بتنجح صح اتطورت وصارت أمر واقع الناس صارت عامل معهم إنه هذا إشي ما بنقدر إحنا نتحكم فيه فبنتعامل معه أكيد يعطيكم ألف عافية كل أسبوع ريادة وأنتم بخير إن شاء الله دائماً دائماً بالعكس إحنا دائماً كل الشكر شكراً جزيلاً دكتور عبد الرحيم أبو البصل وحضرتك مدير مركز الملكة الرانية للريادي شرفتنا اليوم إذن مشاهدين المزيد بعد الفاصلة موسيقى موسيقى